السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درسنا هذا من كتاب العربية الأولى الوحدة التاسعة أعزاء الطلاب موضوع درسنا اليوم الإضافة سنتناول في هذا الدرس المضاف المضاف إليه المجرور والتركيب الإضافي الإضافة نسبة بين اسمين يسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه وليس بينهما فاصل إن الهدف من إضافة اسم إلى اسم آخر هو إزالة الإبهام والغموض من المضاف لأن الإضافة تكسب المضاف تعريفا إن كان المضاف إليه معرفة أو تكسبه تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرة أعزاء الطلاب تأمل المضافات في الجمل الآتية وما أكسبتها الإضافة من المعاني هذه سيارة علي هذا قميص حرير عملته معاملة الصديقي إن سيارة في الجملة الأولى اسم مضاف نكرة اكتسب التعريف لإضافته إلى اسم معرفة وهو علي هذه الإضافة تفيد بأن علي هو صاحب هذه السيارة وإذا فصلنا كلمة سيارة من الإضافة لا نستطيع أن نعرف من يملكها لأنها كلمة نكرة تعم كل سيارة إن قميص في الجملة الثانية اسم مضاف نكرة اكتسب التخصيص لإضافته إلى اسم النكرة وهو حرير هذه الإضافة تفيد بأن القميص مصنوع من الحرير فقط ليس من شيء آخر وإذا فصلنا كلمة قميص من الإضافة لا نستطيع أن نعرف من أي شيء صنع القميص إن معاملة في الجملة الثالثة مصدر مضاف نكرة لكنه اكتسب نوعا من التعريف لإضافته إلى اسم معرفة وهو الصديق هذه الإضافة تفيد بأن عملته معاملة ضيبة جيدة تشبه معاملة الصديق لا غير وبتعبير آخر توضح الإضافة في الجملة الأخيرة نوع المعاملة أعزاء التلاب يمكن سرد ما يتعلق بالمضاف والمضاف إليه كالتالي المضاف لا يمكن أن يكون معرفا بلام التعريف ولا يوجد في آخره تنوين قد يكون المضاف في الجملة فاعلا أو مفعولا أو مبتدأا أو خبرا أو ما شابه ذلك إن إعراب المضاف يتغير حسب موقعه في الجملة فيعرب إما بالحركات وإما بالحروف إن المضاف إليه مجرور دائما لوقوعه بعد المضاف وبالتالي يجر المضاف إليه بالكسرة إذا كان مفردا أو جمع التكسير أو جمع المؤنث السالم ويجر بالياء إذا كان مثنى أو جمع المذكر السالم أو أحد الأسماء الستة المعتلة على عكس المضاف لا يمكن أن يكون المضاف إليه في الجملة مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو ما شابه ذلك إذا كان المضاف إليه معرفة يكتسب منه المضاف التعريفة ويصبح كلمة معرفة وإذا كان المضاف إليه نكرة يكتسب منه المضاف التخصيص لا التعريف يقع المضاف في الجملة كأحد هذه العناصر وقوع المضاف مبتدأ في الجملة مثال رئيس العائلة مهندس في المصنع هذه جملة إسمية لأنها تبدأ بالإسم كلمة رئيس مبتدأ مفرد مرفوع بالطمة حذف منه التنوين ولا متعريف معا لكونه مضافا كلمة العائلة مضاف إليه مجرور بالكسرة أما كلمة مهندس فخبر مرفوع بالطمة وقوع المضاف خبرا في الجملة قد يقع المضاف خبرا في الجملة الإسمية مثال هنا مدخل الكلية هذه جملة إسمية لأنها تبدأ بالإسم كلمة هنا مبتدأ كلمة مدخل خبر مفرد مرفوع بالطمة حذف منه التنوين ولا متعريف معا لكونه مضافا كلمة الكلية مضاف إليه مجرور بالكسرة وقوع المضاف فاعلا في الجملة مثال خرجت كلية الاقتصاد مئة طالب هذا العام هذه جملة فعلية لأنها تبدأ بالفعل كلمة خرجت فعل وكلمة كلية فاعل مفرد مرفوع بالطمة حذف منه التنوين ولا متعريف معا لكونه مضافا كلمة الاقتصاد مضاف إليه مجرور بالكسرة وقوع المضاف مفعولا به في الجملة مثال اشتريت ساعة اليد من اليابان هذه جملة فعلية لأنها تبدأ بالفعل طمير تو فاعل وكلمة ساعة مفعول به لوقوع فعل الفاعل عليه مباشرة ومنصوب بالفتحة لأنه مفرد وحذف منه التنوين ولا متعريف معا لكونه مضافا كلمة اليد مضاف إليه مجرور بالكسرة وقوع المضاف بعد حروف الجر في الجملة مثال سلمت جواز سفر لموظف الاستقبال هذه جملة فعلية لأنها تبدأ بالفعل سلمت فعل وفعل كلمة جواز مضاف ومفعول به منصوب بالفتحة وكلمة سفر مضاف إليه ولي حرف جر وموظف مضاف والاستقبال مضاف إليه مجرور بالكسرة وقوع المضاف مثنى في الجملة مثال اشتريت كتابي التاريخ من تلك المكتبة هذه جملة فعلية لأنها تبدأ بالفعل اشتريت فعل وفاعل وكلمة كتابي مفعول به لوقوع فعل الفاعل عليه مباشرة منصوب بالياء لأنه مثنى وحذفت النون لكون المثنى مضافا كلمة التاريخ مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة وقوع المضاف جمع مذكر سالما في الجملة مثال يجلس معلم المدرسة في قاعة الاجتماع كلمة يجلس فعل مضارع مرفوع بالطمة وكلمة معلم فاعل مضاف حذفة النون لأنه جمع المذكر السالم وكلمة المدرسة مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة أعزاء التلاب قد يقع المضاف إليه طميرا متصلا إذا كان المضاف إليه طميرا فإنه يتصل مباشرة بالمضاف ويكون في محل جر بالإضافة لأن الطمائر مبنية ولا يقترن بالمضاف لا متعريف ولا يوجد في آخره تنوين مثال كتابه قلمك سيارتها هذه تراكب إضافية كتاب مضاف هو طمير مضاف إليه قلم مضاف ك طمير مضاف إليه سيارت مضاف ها طمير مضاف إليه هناك بعض الأسماء والظروف يستخدم عادة مضافا والآن سنذكر أمثلة لهذه الأسماء والظروف معظم الناس كل الطلاب بعض الطلاب بعد الدرس قبل الدرس أمام البيت خلف المدرسة قد تحتوي الإضافة على أكثر من إسمين وتسمى هذه الإضافة بالإضافة المتسلسلة أو التسلسلية في هذه الحالة يوجد التنوين أولام التعريف في الإسم الأخير من الإضافة الإسم الأول في الإضافة المتسلسلة يعد مضافاً والإسم الأخير يعد مضافاً إليه أما الأسماء الواقعة بين هذين الإسمين فتعد مضافاً ومضافاً إليه في آن واحد أمثلة كتاب طالب العلم هذه إضافة متسلسلة كلمة كتاب مضافاً وكلمة الطالب مضافاً إليه ومضافاً معاً أما كلمة العلم فمضافاً إليه فقط عَجَلَةُ سَيَّارَةِ اُجْرَةٍ كلمة عَجَلَةُ مُضافاً وكلمة سَيَّارَةِ مُضافاً إليه ومضافاً في نفس الوقت أما كلمة عُجْرَةٍ فمضافاً إليه لا غير أَعِزَادُ طُّلَّبِ بِذَلَكَ نَكُونُ قَدْ وَسَنَّ إِلَى نِحَيَةِ دَرْسِنَةً تَفَاصِلْ اَوْفَا تَجِدُونَهَا فِي كِتَابِكُمْ دُمْتُمْ فِي رَعَيَةِ اللَّهِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ